بسم الله الرحمن الرحيم بإذن الله هنبدأ أول حلقات شرح برنامج ساب 2000 البرنامج ده هو برنامج تحليل منشآت Structural Analysis Program العناصر اللي بيمثل بيها المنشآت بتاعنا في البرنامج ساب 2000 هم عنصرين أساسيين أول حاجة فيه frame element هذا frame element هو عبارة عن عنصر خطي بيوصل بين نقطتين I و J ده frame element وفيه عندي area element الarea element عبارة عن مسطح بيوصل بين ثلاث نقط أو أربع نقط frame element بنمثل بيه الكاميرات والأعمدة وعناصر الترسز الarea element بنمثل بيه البلطات بأنواحها أو الحوائط الخرصانية المسلحة اللي هي Shiro Wolves في 3D frame element هو أي عنصر طوله كبير بالنسبة للكروز سيكشن بتاعه الarea element هو أي element مسطح وتخانته sickness بتاعته الصغيرة بالنسبة للarea بتاعة مسطح التحميل بتاعه المحاور العالمية السبتة بالنسبة للمنشأ كله اللي هي XYZ في عندنا حاجة اسمها Local Access بديت محاور محلية أو محاور خاصة خاصة بالعنصر نفسه الـ Global Access سابتة للمنشأ كله XYZ ما بتتغيرش حسب زوية من العنصر لكن الـ Local Access بتتغير حسب زوية من العنصر وليكن عندي هنا Frame Element بدأ من نقطة I ومنتهي عند نقطة J الـ Frame Element ده له 3 Local Access Local Access الأولاني اللي هو من الـ I للـ J في الـ Axel بتاع العنصر في التجاه الطويل بتاعه ده اسمه Local Access واحد فيه Local Access 2 عمودي عليه في التجاه التخانة الأعلى وفيه Local Access 3 اللي هو الأزرق ده اللي عمودي على Local Access 1 و Local Access 2 Local Access 1 و 2 بيعمله هما الاتنين مع بعضه مستوى المستوى ده المستوى بيتكون بـ Local Access 1 و Local Access 2 Local Access 3 بيبقى عمودي على المستوى ده والداخل بالنسبة للـ Area Element فيه عندنا 3 Local Access Local Access 1 و Local Access 2 دول في البلان متعمدين على بعض في البلان المسطح بتاع البلاطة Local Access 3 برضو لونه أزرق والأعلى دائماً التلات محاور ألوانهم ثابتة في برنامج الساب أو حتى في برنامج الإيتارس أحمر ثم أبيض ثم أزرق بس اللول اللي هو الأبيض Local Access 2 اللي هو الأبيض ده احنا رسمينه هنا بالأسمر علشان يبان على الشاشة البيضة كده عرفنا الفرق بين Local Access وال Global Access ممكن نحط الأحمال بتاعتنا Global أو Local حسب الحمل اللي عندي لو الحمل عمودي على المنبر هنحطه Local لو الحمل في اتجاه X أو في اتجاه Y أو في اتجاه Z هنحطه Global لكن المخرجات بتاعتنا دائماً بتطلع في Local Access دائماً المخرجات بتبقى في Local Access مثلاً بالنسبة للفريم اللي هو موجود عندي ده فيه ست مخرجات فيه ثلاثة فورس وفيه ثلاثة مومنتز الثلاثة فورس إما أن تكون الفورس في اتجاه Local Access واحد يبقى هي اسمها Axial Force الأكسيال فورس دي ممكن تكون Compression في اتجاه Local Access واحد أو Tension لو Compression هتظهر بالسالب في البرنامج لو تنشى هتظهر بالمومنت ده كده لو الفورس في اتجاه Local Access واحد لو الفورس في اتجاه Local Access اتنين ديت هتعمل شير اسمه شير اتنين لو الفورس في اتجاه Local Access ثلاثة هتعمل شير اسمه شير ثلاثة ديت التلاثة فورس اللي عندي في عندي برضو ثلاثة مومنت المومنت اللي عندي ممكن يكون About Local Access واحد يبقى هيعمل Tortion أو Local Access 2 يبقى هيعمل مومنت اسمه M22 أو هيبقى Local Access ثلاثة اللي هو احنا متعودين عليه اللي هو بيبقى دايما في اتجاه التخيانة الكبيرة ده وده هيعمل M33 بالنسبة برضو بالنسبة بل الأمور في عندنا مومنت في اتجاه Local Access 1 اسمه M1 وفيه مومنت في اتجاه Local Access 2 اسمه M2 وفيه شير في الاتجاه الرأسي اللي هو في اتجاه المحوار ثلاثة وفيه اجهادات برضو اللي هي السجمة سواء كان في اتجاه واحد او في اتجاه اتنين او في اتجاه التاو اللي هو في اتجاه الشير اللي هو في اتجاه المحمر ثلاثة الخطوات العامة اللي حل اي منشأ على البرنامج على برنامج سابق الفين هم سبع خطوات اساسية بيتفرع منهم حاجات اسناء دراستنا المنشأ هنعرفها اول حاجة اول خطوة بنعمل ان انا بدخل على البرنامج بافتح البرنامج من اعطى ديسك توب او من قائمة start programs افتح برنامج الساب اللي عندي وازبط الوحدات بتاعتي اول مفتح البرنامج الى 10 نومتر بحيث اشوف مدخلاتي اللي انا دخلها بقى بانه وحدت تاني حاجة بنفتح ملف جديد من قائمة file new model ودخل خطوط الشبكة اللي هي ال grid اللي عندي بحيث تساعدني في اني القط منها نقط وارسم عليها بدقة علي تالت حاجة بعرف القطاعات للكاميرات والاعمدة من define frame section دي للframe section دي كان كاميرات او اعمدة او trusses او اعرف قطاعات البلاطات اللي عندي لو انا عندي بلاطة وعايز برضو احلها اعمل define area section ودخل اسم البلاطة والماتيريا اللي بتاعتها والdimensions بتاعتها تخنتها وكده الخطوة الرابعة بارسم المنشأ بالقطاعات اللي انا لسه معرفها دلوقت دي انا عرفت قطاع area section وframe section بالكاميرات والبلاطات والاعمدة ابدأ اعمل draw نبدأ نعمل draw draw frames او draw area وارسم واحط الركاز بتاعت اللي هي support في النقط اللي عند الاعمدة خامس حاجة بنختار العناصر نحط عليها الاحمال منفعش هنا اني احط حمل او اني اجيب امر اضافة حمل من غير ما يكون مختار حاجة احط عليها الحمل لازم اي حاجة احطها سواء كان support او حمل اكون مختار الحاجة اللي انا هعمل assign لها هنختار frame elements والarea elements اللي عندي اللي عليها احمال ونعمل assign frame load عشان احط احمال على الكاميرات او اعمل assign area load عشان احط احمال على البلاطات او اعمل assign point load عشان احط احمال على النقط بعد ما خلصت الاحمال بتاعتي ابدأ احفظ الملف من file safe واحله من run او اضغط F5 واحل المسألة وبعد كده اظهر النتائج واضبع البننج مومنت والنورمل والشير والري اكشنز وما كده تلاحها وصمم عليها الاعمدة ده كانت الخطوات المجملة للشغل على برنامج ساب 2000 في البداية هنبدأ ناخد مثال بسيط على كاميرا عبارة عن 3 بحور البحر الاول 5 متر البحر الثاني 7 متر البحر الثالث 7 متر وفيه كانتليفر 2 متر في الاخر الكاميرا ديت عليها مجموعة من ال uniform loads وعليها حمل مسلس 5 طن على المتر وعليها concentrated load هنا في اخر كانتليفر 5 وفي نص البحر ده 5 طن وعليها concentrated moment أباوة محور Y المومنت ده بلف أباوة المحور العمودي على المستوى المستوى لانا هشتغل فيه الكاميرا ديت XZ يبقى المحور العمودي علي لجوه اللي هو محور Y المومنت ده هيبقى أباوة محور Y بالموجب دايما العزوم عندي في البرنامج بتتبع قاعدة اليادي اليوم نحط الإبهام بتاعنا في اتجاه محور اللي احنا بنلف حواليه اللي هو محور Y مثلا يبقى أنا كده عندي ولكن لو ده صمناه في C dimension كده محور X أهوة محور Z محور Y ده X ده Z ده Y المومنت اللي عندي ده بلف أباوة محور Y لو احنا حطينا الإبهام بتاعنا في اتجاه محور Y الإبهام بتاع اليادي اليوم نا هنلاقي ان الدية بتاقى ماشى مع اتجاه دوران اليد موجب بالعزم ده هيتحط قيمته مومنت أباوة محور Y وقيمته تلاتة طن متر بالموجب مش بالسلم نبدأ ندخل على البرنامج أول ما نفتح البرنامج نزبط الوحدات بتاعتنا على طن ومتر وابدأ أعمل ملف جديد من File New Model في منشآت جاهزة هنا أنا مش عايز منها حاجة لإني عندي أبعاد مختلفة مش أبعاد متساوية أبدأ أختار grade only يعني أنا عايز شبكة بس أحل عليها الأبعاد بتاعتي في اتجاه X مش متساوية ولا في اتجاه Z متساوية ولا في اتجاه Y متساوية في أي ميلشة الميمه الابعاد في اتجاه X كلها متساوية ولا في اتجاه Y متساوية ولا في اتجاه Z متساوية في انا هحط في اتجاه X صفر في اتجاه Y صفر في اتجاه Z صفر يعني أنا مش عايز خطوط شبكة منتظمة هو كدة بدقولي دخل لعدد خطوط الشبكة phải etx y y z والمسافات الشبكة اللي هي في اتجاه اكس واي وزد في التلات مربعات الاولانين اللي فوق دول بيقول لي دخلي على خطوط الشبكة والتلاتة اللي تحت بيقول لي دخلي كل خط شبكة من الفوق. انت آآ عايزه حط لي المسافة بينه وبين اللي بعده قديه. انا هضبط على ادخل على خطوط الشبكة اسفار واعمل ادخل شبكة حسب الابعاد اللي عندي. ممكن ادخل خطوط الشبكة يعني احداثيات من صفر آآ تراكمي. او اشتغل قطعة قطعة. هنشتغل هنا اسهل آآ اسم خط الشبكة اللي هو الجلد اي دي. وبعد كده المسافة بتاعتي. المسافة بتاعتي هي هي البرنامج هنا فيه ارور فيه بس بدل ما يظهر كلمة ظاهر كلمة زيرو. فانا اجيب ثاني. وقالين اجيب سباسنج هتنظبط تظهر السباسنج عندي اول مسافة عندي في اتجاه اكس انا كده في المربعات بتاعت اكس. في اتجاه اكس في خمسة وبعدين سبعة وبعدين سبعة وبعدين اتنين. خمسة وبعدين سبعة سبعة واتنين. كده انا ادخلت اربع مسافات. الاربع مسافات دول بعدهم لازم اضيف صفر. لازم بعد ما اخلص خطوط الشبكة اضيف صفر. اه جريد اي دي اللي هو اسم خط الشبكة وليكن ادي واحد اتنين ثلاثة اربع خمسة. طالما ان انا عندي اربع مسافات يبقى انا عندي خمس خطوط شبكة. اخر خط اللي هو هيبقى قدام الصفر الزادة اللي احنا حطنا ده. في اتجاه هوي انا مش عايز خطوط شبكة ولا في اتجاه زد عايز خطوط شبكة. بس ممكن اه نضيف اه خط زيلو لان لو ما حطناش قيمة في دس بيس نجينا مش هيظهر قيمة اه مش هيظهر خطوط شبكة على الرسم. لو لغينا القيم ديت مش هتظهر خطوط الشبكة على رسم اللازم يكون على الاقل فيه خط شبكة في اتجاه هوي. ولو حتى على الاقل لصفر. وفيه خط شبكة في اتجاه زد ولي على الاقل لصفر. اللي هو اه حجم الدايرة اللي هيتحط فيها اسم خطة اسم آه الجريد بتاعي. الجريد بتاعي واه اتنين تتائhta اربعة خمسة اللي هي الاسامي اللي هنخلي وليكن البابل سايز ديت بوينت خمسة ونعمل اوكي في شاشتين عندي يطلعوا نقف الواحدة ونضغط بالكريك على التانية نكبرها ونجيب المستوى اكس زد تاعي ظهر عندي خط الشبكة اهو والبسافات بتاعته واسم المحاور ابدأ اعرف القطاعات بتاعتي من قيمة ديفاين فريم سكشن في عندي قطاعات جاهزة موجودة هيت كلها ستيل اي بيم لو عادينا نشوفها ممكن نعمل شوه من هنا شوف القطاع ستيل اي بيم هو ما ينفعش نعدل في ابعاده فاحنا هنلغي القطاعات دي كلها نضغط انتر يبدأ ياخد القطاعات واحد واحد يلغيهم وما ينفعش يلغي اخر واحد لازم على الاقل يكون في اللسه ديت قطاع موجود بعد كده اضيف القطاع بتاعي انا عندي القطاع بتاع الكاميرا كل البحور اللي عندي 30 في 100 والماتيريا البتاعتها كلها هنجدين معطيات في المسألة يبقى انا هنعمل القطاع ريكتانجولر 30 سنتي في 100 سنتي او طالما انا شغل بالوحدات المتري بقى يبقى بوينت ثلاثة في واحد نعمل هنا اد ريكتانجولر اد نيوب روبرتي نعمل اسم القطاع هنا وليكن بيم 30 في 100 او اي اسم الماتيريا اللي بتاعتي كونكريت زي ما هي الدبس اللي عندي بتاع القطاع اللي هو واحد متر طبعا انا شغل بالمتر والويدس بتاعي بوينت ثلاثة ونعمل اوكي ونممكن نلغي بعد كده القطاع اللي هو الاي بيمي اللي كان موجود قبل كده نعمل اوكي بعد كده اجي على قائمة وابدأ ارسم في درو فريم ده بيرسم فريم بنقطتين او كويك درو فريم كويك درو ده رسم سريع بنقطة واحدة اضغط نقطة واحدة يروح جاي يرسم اه بس انا بيرسمش غير اكس وواي زي ما عندي كده او نرسم ده امر عام بيرسم اي اه خط اه فريم سواء كان افقي او رأسي او ميل يظهر لي بتاع الابجيك اللي انا هرسمه بتاعي التلاتين في مية ممكن اكون معرف كزا قطاع البحر الاولاني دخنته كزا البحر التاني دخنته كزا اه ممكن اكون عندي كزا قطاع في الكاميرا فاختر القطاع اللي انا عايزه وارسم البحر اللي انا عايزه انا هنا كوي القطاعات عندي تلاتين في مية ابدأ ارسم من النقطة دي للنقطة دي الكاميرا الاولى البحر الاول وبعدين التاني والتالت والكانتريفر اللي هو الراوي نخلص نعمل كريك يمين وبعدين نعمل اسكيب بعد كده خلصت الراس ممكن نعمل شرينك للعناصر دي علشان نشوفها كل قطعة لوحدها الشرينك بيجي من هنا اوبجكت شرينك ده بيكش العناصر شوية لكن هي موجودة طويلة وهتحل على انها بنفس الطول اللي انا دخلتها نطلق ضغطنا عليها تاني هيشيري الشرينك اللي هو عامل عايز ابدأ احط السابورتس بتاعتي لازم اختار النقط النقطة ديت ودي ونعمل اساين جوينت ريسترين تخصيص السابورتس من اساين جوينت ريسترين واختار نوع السابورتس اللي عندي سواء كان فكسد او هنجد او رولر هو هنا عندي هنجد اوكي بعد كده هنحط الاحمال في عندنا احمال ينوفرمي لود على الباكة دي ودي مع الكانت ليفر قيمتها تلاتة طن على المتر الطولي اختار دان تلاتة ممبرز دول وهنعمل اساين لود ديستريبيوتد في عندنا فورس وفيه مومنت انا عندي يونفورم فورس او يونفورم لود في عندنا جلوبال وفيه لوكل اللي هو اتجاه الحملة اتجاه الحملة عندي في اتجاه زد بالسالب يعني في اتجاه الجلوبال الجلوبال ترامل ان هو في اتجاه الجلوبال نحطه جلوبال هو في اتجاه زد يبقى جلوبال زد مقص ثلاثة او بدل ما احط الزد واحط القيمة بالسالب ممكن نختار جرافتي اللي هو في اتجاه الجاذبية ونحط الحمل بالموجة الجرافتي عكس الزد لو احطها في الزد بالسالب ونعمل اوكي كده حطي الاحمال ثلاثة طن على المتر الطولي الباكة ديت فيها حمل مثلث هنعمل موزع لكن مش حمله موزع حمل موزع ولكن غير منتظم فهنا هندخل في الخنات بتاعت التربزويدل بس الاول نرغل ينفرم لود ندخله بصفر عشان ما يحطش حمله مثلث وحمل منتظم الحمل اللي عندي برضو فورسه في اتجاه الجلوبال جرافتي حمل في اتجاه الجاذبية لتحت المفروض ان انا هرسم المثلث ده بثلاث نقط النقطة الاولى والتانية والثالثة والنقطة الرابعة دي مش عايزان هنصفرها المفروض ان انا هرسم المثلث المسافات بتاعته يقيم تكون relative يقيم يكون absolute relative يعني نسبة من طول العنصر المسافة يعني مثلا لو انا اشتغلت relative هقول في بداية العنصر يعني صفر من طول العنصر دي نقطة الاولى للدستنس الاولى والدستنس التالتة عند نص العنصر والدستنس التالتة عند واحد من اخر العنصر ونقص الاخرية دي ما اننا مش عايزها التلاث مسافات دول كل مسافة عندها لود في بداية النقطة النقطة الاورانية قيمته صفر واللود في الاخر برضو صفر واللود في النص في نص المنبر بالزبط قيمته خمسة اهو خمسة طن اقصى قيمة في الاورد يبقى انا كأني بقى احداثيات اكس وزد المسافة في اتجاه اكس واللود في اتجاه زد اه ونعمل اوكي انا لقيه حقلنا برضو الا المثلث بعد كده هبدأ احط الكنسنتريتد لودز النقطة ديت عندها نصينتريتد لود نصينتل لود هنلاقي هنا الفريم لود مطفية انا مخترتش فريم انا بختاره بس هو اللي بينوره لي يعني فورس في اتجاه جلوبال زد نفيش هنا جرافتي فورس في اتجاه جلوبال زد ناقص خمسة اوكي ايدي احط لي خمسة طن في اتجاه زد بالسالب فيه برضو على المنبر ده قلنا ان فيه لو انا جدت في ستيد فيه اكس وز واي وفيه زد اللي هي المحاور العالمية نحن اضافة نضع لود ديت انتريت اضافة خمسة طن خمسة طن في نص المنبر ونصينتريت ثلاثة طن متر قلنا اباوت محور بالموجب لأنه لو انا اضطت ابهام اليد اليوم في اتجاه وي ولفت تجاه الموجب اما تلفي الاتجاه 3 تن متر سيكون لديه مزبوط يكون صفى. يكون هذا 3 تن متر بوزل. الابوت محور وي. بس مينفعش نضع الكنسنترات لود مع الكنسنترات المونت في نفس الخطوة. هنضع في دي خطوة وبدوا نعمل خطوة ثانية بس نعمل اد. يعني انا هضيف الاتنين على بعض. نختار المنبر ده. ونعمل assign frame point load لان هنا الحمل الconcentrated ده ما هوش عند نقطة لو هو عند نقطة كنا اخترناها وعملنا assign joint load بدل frame load لكن هو عند frame بس هو point load يعني هو حمل concentrated بس مش على اخر frame مش على اول ولا اخر لا ده هو في نصف frame فهو point load على frame اول حاجة نحط الفورس global graph t اه بيتيح لها البرنامج ادخل اربعة فورس مرة واحدة انا مش عايز غير فورس واحدة distance بتاعتها relative لو اشتغلتها relative distance بتاعتي نص يعني في نص الممبر هنا هتلقى في حتة دي كده نص الممبر حط لي حمل قيمته خمسة طبعا انا شغل graph t يعني موجب ونعمل اوكي لو انا عملت replace هيشيل الاحمال الموجودة على الممبر ويحط الحمل ده بس مفيش مشكلة اصلا مفيش احمال على الممبر ده قبل كده concentrated load الاحمال الموجودة على الممبر ده uniform load وديت منهاش دعوة بالpoint load ديت حاجة ودي حاجة مش هيجمحهم على بعض فانا مقلقش منها لو عملت replace عادي عملت add مفيش مشكلة الممبر تاني برده بنفس القايمة assign frame load point load بس بدل ما هي forces هيختار moments moment about global access y moment بلف ابوت نحمر y moment بلف ابوت نحمر y موجب وفي نص الممبر قيمته ثلاثة لو عملت replace هيشيل concentrated load اللي هو الخمسة طن ويحط concentrated moment انا عايز اعمل add to existing load يعني الاحمال الموجودة اللي نصح حطيتها من نفس الشاشة دي لما تيجي تحطها حاجة تانية تضرف عليها ما تمسحها فاكي innych هو كده حط concentration moment في اتجاه محمر таких كده بصدف هنا البرنامج مبيرسمش moment عبارة عن يخصهم يعني انه و هو بيرسمر عبارة عن سهم بس له راسين في البداية غير concentration load بابقا سهم بالرأس واحدة لو انا عايد اظهر الاحمال كلها مع بعضها اللي عملت كلها بمحط حملة تانية اختفلية. ممكن من قائمة display show load assign frame. display show load assign frame. وبقول له هنا اوكي. كده هيزهر اللي هي هيزهر اللي هي هيزهر اللي مع اللي هي اللي هي الاحمال كلها ظهرت عندي لو جابنا اهي هنا مفيش مومنت ظهرت. المومنت ما بيظهرش اه مع الفورس نعمل display show load assign frame تاني بس نقول له هنا show loading moments بدل forces moments ونشيد من هنا show joint loads عشان ما يظهر ليش concentrated forces كمان هو هيزهر المومنت بس اوكي بشيك على على المدخلات بتاعت المومنت ما ظهرش عندي هيزهر في خط فهم برسين في اتجاه واي. كده انا اطمنت الاعمال كلها موجودة. display show load frame. forces اللي احمال كلها موجودة. اه قبل ما نبدأ نحفظ الملف ونبدأ نحله. المفروض اشوف الاون ويت بتاعي. هل البرنامج هياخده ويضيفه على حالة التحميل اللي هي dead load. يعني انا لو حطيت الحمل ده اللي هو او زيان الكاميرات وده كله. يبقى المفروض ان انا اخلي السبب ما يحسبش الان ويت. عشان كده ما يبقاش احنا نحطناه مرتين. فانا مسلا الاحمال اللي عندي دي كلها total load included الان ويت والcovering والlife load والحواطف وكله. فانا اهاجي هنا من قائمة define load cases يعني حالات التحميل اللي عندي. الكيس اللي هي dead ديت. هو بيقول السيلف ويت ملتبلاير يعني معامل اخذ الان ويت. هياخد الان ويت بسكيل قديه. قوله خده بسكيل صف. ونعمل موديفاي. لازم نعمل موديفاي عشان يعدلها تحت وتظهر هنا صف اه. بعد ما عدلنا dead load. وكده مش هياخد في الان ويت. نعمل اوكي. اما لو انا كنت ما حسبتش الان ويت. في الاحمال اللي هي اللي انا حطتها دلوقت ديت. كنت سيب البرنامج يحسبه. يضرب البي بتاعت الكاميرا. في التي بتاعت الكاميرا. في الجامعة بتاعت الخرصانة. يبقى كده اطلعت الان ويت. وهو يروح ضيف اوتوماتيك. انا مش هحس بيه غير في النتائج. لكن الان ويت ما بيظهرش عندي هنا. البرنامج بيحطه اوتوماتيك في الحل. ويطلعه له على هيئة نتائج. ما بيظهر بيش هنا عندي على الاحمال دي. بعد كده ابدأ احفظ الملف من هنا. يسألني عن اسم الملف اقول له ده بيم وان. بعد ما حفظنا الملف. نعمل run. من الضرور الصغير ده. او نضغط اف خمسة من الكيبورد او من قيمة في عندي حالة اللي هي الدد اللي انا عمل احط فيها الاحمال دي كلها. سواء كان او دي اللي انا هحلها. في حالة اسمها المود البرنامج بيحطها اوتوماتيك ديت خاصة بالديناميك اناليسيس. بتطلع للمود بتاع ايه المنشأ ودي هندرسها وانا بنشتغل في here's three dimension اه في احمان الرياح والزليل. فانا مش عايز احلها لو ضغطنا هنا على don't run مش هيحل الحالة ديت وهيحل ال ال a dead load only. لو عملنا اوكي واطلعنا مشىش ديت مش هيبقى حل حاج. لازم اعمل هنا run now. علشان يحل الحالات اللي مكتوب قدامها رن. الحالات اللي مكتوب قدامها don't run مش هيحلها زي المودال كده. هو هيحل هنا البرنامج هيبدأ يحل ولما يخلص هيقول لي اوكي اروح اشوف اللي عندي لو ضغطنا تلك يمين على اي منبر على اي نقطة هيزهر لي اه شاشة صغيرة موجود فيها في اتجاه اكس وي وز اللي هي واحد اتنين ثلاثة والروتاشنز ابوت محمور واحد اتنين وتلاثة لو اكس وي زد. فهنا ما فيش في اتجاه لا اكس ولا واي فيه هنا في اتجاه زد خمسة وستة من عشرة في عشرة قصة انا صربعة متر لتحت نهاية يعني تقريبا اه خمسة من عشرة ملي او ستة من عشرة ملي. اه لو انا عايز اظهر قيم الرياكشنز بتاعة الاعمدة من قيمة ديسبيلي. شو فورسز وستريسز. اللي هيشكل بين المومنت ديت. فيه جوينز وفيه فريمز. الجوينز بنطلع من نهر الرياكشنز. اوكي. ديات الرياكشنز اللي عند الساببورتز. لو في حاجة مش ظاهرة وعملنا عليها كليك يمين. يبدأ يظهر لي الرياكشن هوا في اتجاه محور ثلاثة ستة بوين سبع اللي هو في اتجاه محور زد. وبقية الرياكشنز مش موجودة. ان ما فيش اي قوة في القية عند هنا. ما فيش قوة في الاتجاه العمودي على المستوى. ما فيش قوة في اتجاه هواي. الاكشن في اتجاه زد بس. عايز اظهر البننج مومنت والشير والنورمال. ديسبيلي. شو فورسز وستريسز. الفريمز بدل الجوينز اظهر الفريمز. الفريمز دي. فيه اكسيا الفورس. وفيه شير اتنين اتنين. وفيه مومنت تلاتة تلاتة. هي دية الحاجات المتاحة بالنسبة لي فقط الاناليسس في الاكس زد. مش هيطلع لي اكتر من كده. دي ان انا محطتش احمال غير في المستوى بتاعي اللي هو مستوى اكس زد. كل الاحمال عندي في الاكس زد هتطلع لي مومنت تلاتة تلاتة وشير اتنين اتنين واكسيا الفورس فقط. اجيب الاكسيا الفورس اللي ايها بصفر. ده يبقى ان احل كده مصبوط. مفيش اي احمال افقية ولا فيه اي حاجة. تمام? ممكن بدا ما ادخل كل مرة على على في هنا ايقونة صغيرة مختصرة تلع برا. لو ضغطنا على السهم الصغير اللي جنبها ده. واختار فريمز. واختار الشير اتنين اتنين. وعمل اوكي. يظهر لي شكل الشير. شكل الشير اللي عندي من غير القيم. لو انا عايز ازهر القيم نضغط برضو تاني على الايقونة دية. بدل ما نختار في الوبشنز في الديجرام نقول له شو فاليوز. يعني ظهر لي القيم. دي قيم الشير. بس الشير هنا مقلوب. يعني الراكشن هنا اللي هو اه اللي عند النقطة الاولانية ديت كان طالع لفوق. بنفروض الشير كان يطلع لفوق. هو مش هفر معي الشير طالع ولا نازل. انا بفقش معي الشير. لا اشارة. ولا اتجاه لا تحت ولا فوق. المهم في الشير عندي القيمة بتاعته. لكن لو انا عايز ازهره زي ما احنا متعودين. ممكن من نفس الشاشة بعد نفس الايقونة ديت. وناخد الشير ده. بتاعه بدل ما هو اوتو. نقلبه. نخلي نقص. نقص القيمة اللي كانت موجودة مش نقص واحد. نقص القيمة اللي كانت موجودة عشان ما يغيرش شكل الشير. اوكي. هو ده نفس الشير بس الشكل بتاعه كله تقلب. عايز ازهر برضو هنا فريمز مومنت تلاتة تلاتة بس نخليه اوتو لان المومنت بيبقى هنا معدول. المومنت ناحية التنشو. يعني هنحط الحديد ناحية آآ العزم. طلعت البنينج مومنت لو انا عايز اشوف اي آآ اي ممبر عليه مومنت اقديه. كليك يمين على الممبر. يظهر لشاشة فيها المومنت اللي على الممبر ده. اللي انا ضغط عليه بس الكاميرا كلها الممبر بس. والشير او الشير اتنين بيظهر دايما مع مومنت تلاتة. والديفليكشن طول البحر ده. قد ايه? دفليكشن. كل ما تتحرك يبدأ المومنت والشير والديفليكشن يتغير. اوكي. بكده نكون طلعنا البندينج والشير عالكاميرا وطلعنا الرياكشنز اللي موجودة على السببورت. ممكن اظهر الديفورمت شيف تاني من قيمة ديسبيلي. نقول له اوكي. ده شكل الديفورمت شيف. ولو انا اذا شوف الديفورمت شيف مع الديفورمت شيف متاحة في البرنامج برضو من قيمة ديسبيلي برضو شو ديفورمت شيف بس نقول له هنا وير شادو. هي يظهر لي الممبر الاساسي قبل الديفورميشن مع الديفورميشن بتاعي. ده الاصل وده بعد الديفورميشن. بكده نكون انتهينا من شرح اشتركوا في القناة. 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 شكرا. اشتركوا في القناة. 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 شكرا. اشتركوا في القناة. 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 اشتركوا في القناة.